السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله عندنا أفضل خمس عطور طبعا في رأيي الشخصي العطور هذه تناسب الشخصية الأنيقة الشخصية اللي دائما تهتم بمظهرها يعني الشخصية هذه دائما أنيقة مهتمة بمظهرها مهتمة بأناقتها تتابع أحداث الموضة بشكل كبير فهذه أنا عند الدرشيحات هذه هي عبارة عن خمس عطور زائد عطر جدير بالذكر طبعا فضلت أنها تكون خمس عطور يعني مو بأكثر من خمس عطور ما نترك يعني تنوع كبير وممكن يتوه يعني اللي يدور عن شخصية أو يتدور عن عطر تناسب الشخصية هذه هذا جانب الجانب الثاني طبعا هي عبارة عن سلسلة فيديوهات إن شاء الله راح أبدأ فيها كان في نقاش بينه وبين أحد الزملاء إنه ليش ما تسوي مثلا يعني فيديوهات الفيديوهات هذه تناسب شخصيات معينة فمثلا اللي هي الشخصية الغامضة أو الشخصية مثلا الأنيقة زي فيديو اليوم أو فيديو مثلا يناسب مثلا الشخصية الكلاسيكية أو الشخصية القوية أو الشخصية العملية وكذا فإن شاء الله راح نبدأ بالسلسلة هذه طبعا جميعها راح تكون عبارة عن خمس عطور مع واحد جدير بالذكر علشان ما نترك تنوع كبير طبعا العطور هذه أنا ما أقول هي أفضل عطور في العالم أكيد في عطور طبعا كثيرة أو عطور تناسب يعني الشخصية الأنيقة أو غيرها من الشخصيات إن شاء الله في الفيديوهات الجاية فهذا فقط يعني للتوضيح فنبدأ إن شاء الله بفيديو اليوم أول عطر عندنا جدير بالذكر من دار كريستين ديور والعطر هو ديور أوم نسخة التواليت طبعا ديور أوم نسخة التواليت طلعت في عام 2005 بعدين عيد صياغتها في 2011 طبعا هنا نتكلم عن ديور أوم اللي طلع في 2005 و2011 ما تكلم عن النسخة الجديدة اللي طلعت في عام 2020 طبعا العطر هذا يعني فعلا يناسب الشخصية هذه بشكل كبير يعني في تصور الشخصي يعني في رأيي الشخصي عبارة عن عطر فعلا يناسب الشخصية الأنيقة اللي تهتم بمظهرها اللي يهتم بأناقتها عطر جميل عطر خشبي طبعا مع لمسة بودرية فيه لمسة كاكاو جميل فيه جانب لذري خفيف جدا عطر يناسب جميع أوقات السنة ويصلح برضو كتوقيع شخصي فهذا العطر الجدير بالذكر عندنا العطر في المرتبة الخامسة من دار فرانك مولر والعطر هو أترنتوس العطر هذا طلع فيه عام 2017 طبعا العطر فروتي بشكل كبير مع الفروت تلاحظ انه في جانب فنلا وسبايس يعني مجملة العطر بشكل يعني رائع وأنيق فعلا العطر هذا أشوفه من العطور اللي جميلة وناسب الشخصية هذه طبعا إذا كنت تحب عطور مثلا مثل ليتون من دار بارفروم ديمارلي أو عطر ثاني اللي هو من دار كريستين دور اللي هو غريس مونتان رح يعجبك العطر هذا بدون أدنى شك زي ما قلت لك عبارة عن عطر فروتي مع لمسة فنلا وأخشاب وسبايس أحد العطور اللي جميلة جدا ويناسب الشخصية هذه بشكل كبير فهذا عندنا العطر في المرتبة الخامسة العطر عندنا في المرتبة الرابعة من دار كريستين ديور والعطر هو أمبر نوي طبعا أمبر نوي أول ما طلعه كانت وقع في عام 2009 بعدين عيد صياغته في عام 2018 طبعا أنا أتكلم هنا عن النسخة القديمة برضو النسخة الجديدة تعتبر جيدة لكن يعيب العطر هذا اللي هو أداءه أداء العطر يعتبر متوسط نوعا ما هو عبارة عن عطر كهرماني مع لمسة ورد وموجود شوية سبايس في العطر طبعا كهرماني جميل أنية مو بكهرمان بشكل مزعج أو حاد بالعكس هذا العطر اعتبره عطر الشخصية الأنيقة بشكل كبير فهذا عندنا في المرتبة الرابعة من دار كريستين ديور اللي هو أمبر نوي المرتبة الثالثة عندنا من دار الروجة دوف والعطر هو أمد سمر دريم العطر هذا طلع في عام 2016 طبعا العطر هذا اختصر عطور البلوة والعطور اللي تكون لون سجاجاتها زرقاء يعني اختصر جميع العطور هذه غير كذا طبعا اللي هي لمسة الراتنجات في العطر مع لمسة التشير في العطر معطي العطر جمال جدا الصراحة العطر هذا يناسب الشخصية هذه بشكل كبير جدا أحد العطور اللي يعني يناسب جميع عوقات السنة وممكن انك تستخدمه في أي وقت وبنفس الوقت يعطيك جانب أناقة وجانب جذاب جدا اللي هو عطر امد سمر دريم من دار روجة دوف العطر في المرتبة الثانية من دار فرقرانس ديبوا والعطر هو نيويورك فيفث افينيو العطر هذا أحد العطور الجديدة يعني من واحد إصدارات الدار يعني الجديدة العطر هذا طبعا هو عبارة عن عطر ورد مع لمسة سويت اللمسة السويت اللي هنا جاية من جانبين من جانب الفانيلا ومن جانب الكراميل اللي موجود في العطر طبعا وبعدين يعني العطر يعني مغلف برضو بشكل جميل بنوتة عود وأخشاب وشوي سبايس لكن سيما قلت لك اللي هو طبعا الورد مع يعني الجانب السويتي في العطر هو الجانب الأكثر طبعا العطر هنا يعني ومتسمع النوتات أو تقرى النوتات تحس ان العطر ثقيل وحاد وقوي وكذا أو انه مثل عطور الورد مع العود اللي نعرفها لكن هنا بالعكس العطر سموث جدا ناعم جدا طبعا يناسب الشخصية هذه بشكل جذاب وأنيق جدا اللي هو عطر نيويورك فيفث أفينيو من دار فرقرانس ديبواء أحد العطور الجميلة من الدار هذه وأنصح انك تجرب العطر هذا طبعا أي عطر من العطور طبعا جربه قبل ما تتخذ قرار بشراء العطر من عدمه فهذا بالنسبة عندنا في المركز الثاني من دار فرقرانس ديبواء نيويورك فيفث أفينيو في المرتبة الأولى عندي طبعا من دار بلغوري والعطر هو جيان طبعا طلع في عام 2016 أحد العطور الصراحة اللي جميلة يعني من المجموعة الحصرية من دار بلغوري العطر هذا هو عبارة عن يعني نوتة الياسمين بشكل ذكوري بشكل رجالي جميل جدا غير كذا طبعا النوتة هذه جملوها بنوتة بخورية رائعة جدا مع لمسة بتشولي طبعا البتشولي اللي هنا ناعم يعني البتشولي اللي هنا ما أخذ العطر للجانب الخشبي يعني أكثر طبعا ما هو نوتة بتشولي حادة أو قوية فهو عبارة عن سهل يعني العطر جدا سهل لكن بنفس الوقت تحس أن العطر هذا يناسب الشخصية الأنيقة يناسب الشخصية طبعا لتهتم بمظهرها أحد العطور اللي جميلة وغير كذا يعني هذا من العطور يعني اللي حصلت على المديح بسببه بشكل كبير يعني أحد العطور اللي تتعطر فيه وتجتب انتباه الآخرين لأنه فعلا يعني عطر جميل ورائع جربوا العطر هذا فهذه عبارة عن خمس عطور طبعا تناسب الشخصية الأنيقة في نظري طبعا زي ما قلت لك ما هي أفضل عطور أو أنها حصرية فقط في الخمس عطور هذه مع العطر الجدير بالذكر اللي ذكرناه في بداية الفيديو في عطور كثيرة طبعا تناسب الشخصية هذه لكني حبيت أني أختصرها في خمس عطور طبعا اكتبوا لي يعني في قسم التعليقات عن العطور اللي في ذهنكم تناسب الشخصية هذه اللي هي الشخصية الأنيقة اللي تهتم بمظهرها وقولوا لي رأيكم في الخمس عطور هذه هل جربتوها ورأيكم في العطور هذه وإذا أعجبكم الفيديو هذا أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم أحلا من العطر لباسة أراكم في القناة